بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاوي واحبابي طلاب قولي سنوي اهنا بيجوا في حاجة جديدة ان شاء الله هنتكلم نهاردة عن تطبيقات او هنطبق على حالة F الوحدة التامنة وطبعا هناخد تطبيقات دي على تحديدا سؤال الفلنزا جابس ولو انت اول مرة تتابع قناتي او انت طالب لسه جديد فبتمنى ان تتعمل اشتراك واتفعل الجرس لشباب عشان اغلب الناس ما فعلاش الجرس عشان كنا مش بتوصلها التنبيهات وحابب برضو انا اوها على حاجة للناس اللي اول مرة تفرج عليها ان انا شرحت حاجات كتيرة شباب منها طبعا قاعد او منها طبعا او شود وشودنت ومست ومسنت واتكلم برضو عن تطبيقات على الحاجات دي وخدنا امتحانة على الواحدة الاولى وان شاء الله احنا على الواحدة التانية اللي هي جزدي السبعة والتمنى وان شاء الله برضو مكملين وفي حلقة ان شاء الله هنتكلم فيها في الفترة اللي جاية واسف مرة تانية ان انا طولت الغياب الاسبوع ده ما نزلتش حلقة بس ان شاء الله الله يعني هاكم معاكم واسف مرة تانية ده نظرا بس الضغط الشغل بتاعي طيب نبدأ بقى على بركة لام غير كلام كتير اول حاجة طبعا هناخد الفرنزا جابس اول حاجة او الحاجة او اي وانتو ستاري ميليسين بالله عليك قبل ما نبدأ ورقتك وجلمك معايا عشان خاطر هنكتشاف ملاحظات مهمين جدا دونهم وراي اي وانتو ستاري ميليسين عايز يذكر او عايز سوري ادرس طيب فبيقول لك I get enough marks I not got join Cairo University طبعا الحاجة ادي سهلة جدا اللي هو يقول لك لو حصلت هاخد هنستخدم حالة اولى فهنقول ايه if الاول وبعدين هنقول will تمام طيب اللي بعدها كلمة this case المفروض معها حاجة سهلة برضو اللي هي in this case في هذه الحالة I will stay in gizet طيب with my aunt مع عمتي who lives and works اللي هي بتشتغل وبتعمل او بتعيش وبتعمل فين هناك ايبو كلمة زيار خلصنا من دي تعال فرقم اتنين بقى وجهز معايا ورقتك حشان خطر في ملاحظات كتير في الموضوع اول حاجة اقول لك the sun is a source of life on earth طبعا الشمس هي مصدر الحياة على الارض there be no life if it طيب احنا طبعا المفروض عشان خطر نعرف هنا ده زمن ايه اللي هنا او هنستخدم ايه لازم نعرف if اللي مستخدم معها طب if هنا مفيش اي حاجة لللي على اني ده زمن مستخدم اذا هنا بقى في ايه في ملاحظة بسيطة بصوا شباب معنا في حاجة اسمه if معها it معها حاجة اسمه weren't معها for معها ing او معها الاسم خلي بالك تاني هنقول تاني اهو if معها weren't معها for بيكون بعديهم ing او بيكون بعديهم اسمه ده بيسوي مين بيسوي طب الزمن هنا او الحالة هتكون حالة كام يالك الحالة هنا هتكون حالة تانية يعرف معنا صح عايزين would خلاص يبجي هنا في البداية هنقول there would be no life لن يكون هناك حياة if it طبعا اني نقص في الاكسببريشن ده اللي هو weren't يبقى نكتب اول الاكسببريشن معنا شباب اني if معها it معها weren't معها for معها ls او ng خلصنا من اول ملاحظة تعالى اللي بعده it's like plants wouldn't grow يعني احنا عايزين نقول بدون ضوءها يبقى هنقول without خلصنا من دي تعالى بقى ملاحظة بعدها plants wouldn't grow plants wouldn't grow بعدين the sun to disappear يعني انا بدت مش هتنمو عايزين نقول لو الشمس مطراج او لو الشمس سوري اختفل طب يعني احنا عايزين نكمل بعد putting واحد يقول ايه if the sun to disappear طب اللي عليك if مع to هينفع الموضوع ده هتلاقي ان الموضوع مش حلو هنقول ايه اركز بجا في الملاحظة اللي بعديها اللي انا هقول لك عليها بصوا شباب لو طبعا معانا كلمة to زائد الفحل في المصدر اذا انت عايزين حاجة اسمه where والملاحظة اللي انت هتكتبها بتقول لك ايه بتقول لك ان يجوز استخدام where بدلا من if احنا يجوز عندنا استخدام where بدلا من if بص بشرط بيكون الموضوع في الحالة التانية طبعا هي معك wouldn't فانت عرفت ان الموضوع حالة تانية طب ايه تاني هل على طول كده لا ان يكون معك فاعل بعدها to بعدها فعل في المصدر طب اخو الفاعل معانا زاصن بعدها to بعدها فاعل في المصدر اللي هو disappear اللي هو يختفي يبقى هنا هناخد مين هناخد معانا where ودي كده تبقى تاني ملاحظة انت لازم تخلي بالك منها قطع رقم 3 Life depends on where الحياة طبعا بتعتمد على المية The sun shines on seas and oceans some of nougat water evaporates هنعزو نقول عندما الهي يمين if أو win طيب يبقى هنقول when عندما الشمس shines تشغ طبعا على seas وال oceans some of nougat water هنقول بعض من الماء بتاعها evaporates اللي هو بيتبخر يبقى هنقول ايه their water تمام عشان قطر بنتكلم عن حاجة جمع when water vapor لما طبعا بخار الماء raises into the sky بيصعد طبعا في السماء بيحصل there are clouds بتتكون السحب these clouds السحب دي طبعا turns into rain بتتحول لمطر طيب for zaraene for zaraene there would not get fresh water for people animals and plants احنا ببقى نصح عازين نقول ايه عازين نقول بدون المطر المطر مش هيكون هناك fresh water اللي هو ماء عزب للحاجات اللي هي people and animals and plants طيب واحد يقول لي اه بدون يا سيدي انا عايز يقول لك without طيب ماشي نتماشى مع بعض without for zaraene طب في دماغك كده اكيد انت مستمع المطر ده خالص طب طب اذا هنا هتكتب معي بلاحظة جميلة كده مع بعض بصوا شباب هي في اللس عندنا المفروض بيجي بعدها جملة اللس بيجي بعدها جملة طب ايه الحاجات اللي بتسويها بيسويها without وبيسويها هيسمى but for معنى طبعا without but for بدون نفس الكلام بتاع ايه بتاع اللس طيب او يمكن اللس برضو بيكون معناها اذا لو او ملق الفرق ما بينهم الفرق ان اللس بيجي بعدها جملة لكن without but for بيجي بعدهم يا اما انجي يا اما بيجي بعدهم اسم تمام طيب يبقى انت عايز هنا مين ينفع اقول without for لا انت قلت لي اني but هيلي بيجي معها for يبقى but for يعني بدون المطر عايز اقول ايه بقى بدون المطر لن تكون لن تكون طيب there would be no خلاص there would be no fresh خلاصنا كمان من دي يلا بجي ندخلها على رقم اربع ماي فريند باسم was very sad when i lost saw him صاحب باسم كان طبعا حزين جدا لما نشوفته اخر مرة قال لك heino got when his boxing game خلي بالك واحد هيتعمد ان احط لي اف او حاجة من حاجة اف خلاص احنا القواعد دي احنا عرفنا ان ان السؤال ده عن قواعد سابق يعني كو تراكم يبقى طبعا هنا بنتكلم في الماضي يعني عايزين ننفي يبقى ايه معانا الفعل في المصدر بقى هنكمل he didn't win his boxing game اوكي طب ندخل على بعدها if heino got لو هو في كلمة trained hard trained هنا لو بصينا عليها فيها ed تمام طيب وبعدين قال لك he وبعدها have lost ed we have plus he wouldn't have lost لان هو بالفعل خسر عايزين نقول هو ما كانش هيخسر الحاجة دي تمام طب اللي بعدها if i no got basm i'd forget it كنت هنسى الحاجة دي هتخطها يعني and trained hard for the following match كنت هتمرن بجد للمطسق الجاي طب انت هنا مش باسم طب لو مش عارف الموضوع ده ممكن تقول would هنا بعدها فعل في المصدر يعني حالة ثانية يعني هنا انت عايز بتتخيل لو عايز تقول لو انا كنت باسم يبقى if i wear basm لو انا كنت ايه باسم و شرحنا طبعا حتة word دي في تالت عدد الكلام ده كله جديم طب تعال بعدها برضو زي ما قلت لك حل قبلي وبعدين حاول تصحح وبعدين شوف ملاحظاتك رودانا لايكس هير او لايكس انجليش because of her teacher رودانا بتحب الانجليز بسبب المدرس بتاع مين باجا مستر محمود الاستاذ محمود but ولكن اه هنا بط معناها ولكن لا خلي بالك باجا her teacher but her teacher she no got have hated it اه هنا استاذها هي كانت هتكره هالحاجه دي يبقى عزين نقول بدون الاستاذ بتاعها طب لسه شرحه لك والله في الملاحظة اللي فادت دي يبقى هنقول ايه but مع همين اللي ناقص but for her teacher بدون الاستاذ بتاعها she طيب يبقى طبعا هنستخدم حالة تالتة هنا لان الراجل هو جيب لك have وبعدها التصريف التالت للفعل اللي هي hated it تمام اه مش موضوع ان احنا نفكر في حالة تانية او حالة تالتة لان خلاص هي معروفة وسهلة وموجودة جدا خلاص يبقى تركز بالله معايا في الموضوع ده طب اللي بعدها بيقول لك نقاط Mr.Mahmoud Mr.Mahmoud We're a good teacher Mr.Mahmoud We're a good teacher Good teacher يعني استاذ كويس He wouldn't have made like English He wouldn't have made He wouldn't have made He wouldn't have made Like English لاني ميد من الحاجات اللي بيجي بعدها يا شباب المفعول تمام طيب اخر حاجة نختم بها يا شباب طبعا الرقم 6 نقال لك I work to طبعا كلمة work to اللي هي اعمل بناء على خلي بالك في فرج ما بين work on work to work on اللي هو ايه يعمل على حاجة تمام work on a project مثلا لو حتشتغل برضو عن نفسك اضطور من نفسك من نفسك طيب اللي بعديها I work to a plan انا بشتغل بناء على خطة I didn't work to a plan طيب فهنا طبعا عندي I didn't work طبعا زمن الماضي المفروض هناك يبقى حالة تانية يبقى حخد يوود يوودين تعال حسب المعنى فنشوف معنى الجملة كاملة I didn't work to a plan عايزة يقول انا لو ما اشتغلتش بناء على خطة انا مش هحقق النجاح يبقى طبعا هنقول if I didn't work to a plan I طبعا مش هتبقى would هتبقى would عشان خطر عايزين ننفي الموضوع انا لن احقق النجاح اللي هو كلمة achieve success تخلي بالك من كلمة success طيب اللي بعديها achieving طبعا اول ما نشوف على achieving اللي فيها ing طبعا الشباب احنا عايزين نقول ايه لو ركزنا في الجملة الكاملة عايزة يقول بدون النجاح I would هنكمل بدون النجاح طبعا بدون اللي هي without انا عايزة اقول انا هكون ولا كزا ولا كزا اللي هي كلمة neither او neither على حسب ما تنطقها طبعا نطقين صح neither or neither neither or nor rich ولا دا ولا دا اللي هي neither nor واخدناها في سنة تلتة عدالة طيب يبقى هنقول ايه I would be انا هكون ولا دا ولا دا خلاص طيب يا شباب كده احنا خلصنا يا ريت لو انت مش مفعل الجرس عشان قدر اغلب الناس وان شاء الله انا كده اتكلمت عن قادة F بالتفصيل وان شاء الله هكتب لك كل الملاحظات اللي اتكلمت عليها وهجمع حلقة كده فرجة ان شاء الله وهسيبها لك ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديوهات اللي جاية وكمان هعمل لك مراجعة شاملة على الماناك كله ان شاء الله بإذن الله وكمان خلي بالك ان انا هسيب لك الحلاجات اللي فاتت اللي شرحتها مهمة جدا جدا عن قادة F هسيب لك ان شاء الله الفيديوهات كلها بالترتيب في اول تعليق يا ريت تابع وخلي بالك معايا في الفيديوهات اللي اتكلمت عليها وان شاء الله اشوفكم في اجراء وقت وتابع معايا ولو انت مش مفعل الجرس فعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته